اشتركوا في القناة عن خرجة وزير الخارجية الروسي عشية تواجد تبون في إيطاليا مما لا شك فيه أن الدبلوماسية الروسية تحسب لعامل الزمن وعامل المكان وعامل الكلمة في كل شيء فوزير خارجيتها عندما يتحدث فتأكد بأنه يختار الوقت المناسب ثم يختار الكلمات المناسبة ثم يختار الزمن المناسب هذه ما تعرف به الدبلوماسية الروسية ولذلك لاحظنا عندما زار رمطان العمامرة وزير الشؤون الخارجية الجزائري زار موسكو ظهرت ما تشبه الدعابة حيث لافروف قال للعمامرة سأزور الجزائر لكن انتظرني في المطار واعتبرت أن ذاك نكتة دبلوماسية ضاحكة غير أن الحقيقة لم تكن كذلك بل هي مجرد رسالة وجهها لافروف إلى نظيره الأمريكي بلينكين حيث أنه لما زار الجزائر لم يستقبل في المطار ليس بسبب موقف سياسي وديبلوماسي من الجزائر بل المسألة وما فيها أن العمامرة كان خارج الجزائر وتأخرت طائرته في الوصول إلى بلده هذه هي الإشكالية غير أن الأمر اعتبر رسالة دبلوماسية وللأسف الصحافة الجزائرية بكل غباء وغباوة اعتبرها نكتة مما يؤكد على عمق العلاقات بين الجزائر وروسيا والتحالف الاستراتيجي بين البلدين من حيث المبدأ دائما نقول أنه لا يوجد حلفاء الند للند مع القوى الكبرى سواء كانت روسيا أو أمريكا أو غيرهما كل ما في الأمر أن الدول النامية أو دول العالم الثالث أيضا فهي مجرد أدوات تستعمل في تحالفات استراتيجية تتعلق بمصالح القوى الكبرى ومن يقول غير ذلك فهو واهم ومن شدة الوهمية وهم حتى صار يعيش في كوابيس لكنه يعتبرها أحلام لذيذة وممتعة وتبشر بغد جميل الخرجة الجديدة التي جاءت على لسان لافروف وتبون في روما حيث كان يحاضر وينظر ويتحدث عن عمق العلاقات الجزائرية الإيطالية وأن الجزائر ملتزمة بدعم إيطاليا بالغاز وربما تطور الأمر إلى الكهرباء وأن فيه كثير من الأمور وكانت دبلوماسية الغاز في إطار حرب الغاز المعلنة بين الغرب وروسيا هذه الحقيقة في ذلك الوقت بالذات يخرج لافروف بتصريحات خلينا نقرأ وش قال وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف يتحدث عن تطور جديد في العلاقات بين روسيا والجزائر صرح وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف أن العلاقات بين روسيا والجزائر تصل إلى مستوى جديد مؤكدا ضرورة تثبيت ذلك في وثيقة جديدة بدأ إعدادها الآن وقال لافروف في تصريح لقناة روسيا اليوم أجرينا محادثات جيدة للغاية وطويلة مع الرئيس تبول ووزير الخارجية العمامرة وأكدنا أن علاقاتنا منذ سنوات طويلة تقوم على إعلان الشراكة الاستراتيجية الذي وقعه الرؤساء في عام 2001 ومنذ ذلك الحين تطورت علاقاتنا بشكل مكثف للغاية بطريقة شبيهة بالشراكة حقا وتم تطويرها بشكل استراتيجي في عدد من المجالات وتابع وهذا يشمل الحوار السياسي المنتظم والتجارة والاقتصاد بالمناسبة نمت التجارة بعدة نقاط في المئة العام الماضي لتتجاوز ثلاثة مليارات دولار على الرغم من عواقب الوباء لدينا استثمارات مشتركة عمل مشترك في إطار أوباك زائد في إطار منتدى الدول المصدرة للغاز وعلاقاتنا تقنية عسكرية غنية جدا وكذلك التبادل الثقافي الإنساني وأضاف لفروف لقد توصلنا إلى استنتاج وهذا بمبادرة من الجانب الجزائري مفاده أن علاقاتنا تصل إلى مستوى جديد ويجب تسجيل ذلك في وثيقة جديدة بدأنا في الإعداد لها ونتوقع أنه خلال زيارة الرئيس تبولي روسيا بناء على دعوة الرئيس بوتين سنوقع مثل هذه الوثيقة الجديدة وأشار إلى أن رئيس بوتين في محادثة هاتفية مع الرئيس تبول دعاه لزيارة روسيا مضيفا والآن نقوم بإعداد الوثائق اللازمة لهذه الزيارة لا توجد كلمة في غير محلها ولا في غير معناها ولا في غير مبناها ولا في غير مكانها هذه هي الحقيقة ولا سائل ضمنية موجهة إلى الغرب من خلال الحديث عن علاقات الجزائر وروسيا من خلال تصريحات لافروف أن كل المجالات هناك علاقات استراتيجية وهناك شراكة معناها الرسالة التي أراد لافروف توجيهها لإيطاليا ومنها إلى الغرب لا توجد خطوة جزائرية ليست بموافقة من روسيا وحتى الغاز الذي تم الاتفاق عليه بين روما والجزائر في زيارة رئيس الوزراء الإيطالي هي بضوء أخضر من روسيا سبق هذا الكلام كله أن لافروف قال بأن موقف الجزائر من حرب أوكرانيا متوازن وصرح أيضا بأن يتفهم موقف الجزائر ما معنى أنني أتفهم هذا الموقف معناها أنني لست معجب ولا موافق على هذا الموقف لكنني أتفهمه من خلال المبررات التي تم تقديمها إلى روسيا وطبعا أن الجزائر تحركات هذه مع إيطاليا لا تتعلق بإطار الشراكة الأوروبية والجزائرية ولا تتعلق بإطار المصالح المتبادلة ولا أي شيء من هذا القبيل بل هذه كلها أشياء تأتي في الدرجة الثانية مع ما هو أهم بكثير ويتعلق بالملف الصحراوي هذه هي الحقيقة التي لا يمكن إنكارها ولا يمكن المزايدة عليها ولا يمكن تضليل الناس بها هذا هو الوقت لا أضحظتم بأنه تحدث على وثيقة جديدة معناها اتفاق استراتيجي جديد ترى ما معنى الحديث عن اتفاق استراتيجي في هذه المرحلة التي تعيش فيها أو يعيش فيها العالم مرحلة كسر العظم صراعات كبيرة بين روسيا والغرب احتلال وغزو روسي لأوكرانيا وهو الذي هزى الغرب برمتها عقوبات مسلطة على روسيا في جانب آخر روسيا ليست دولة مسالمة بل دولة غزو فقد غزت سوريا وقتلت السوريين وأبادت السوريين ومارست ما يندله الجبين على السوريين إن كانت الجزائر ليست لديها غيرة على الأوكران فكيف لا غيرة لها على السوريين الذين يدهم بيضاء في تاريخ الجزائر وفي تاريخ الجزائريين وعمق العلاقات الجزائرية السورية أو بين الشعبين الشقيقين لا يمكن تخيل مدى إذن إخواني الكرام أن لاظروف لم يخرج عبثا ولا عبءا ولا غباوة ولا أي شيء من هذا القبيل بل خرج في الوقت المناسب ويتمثل هذا الوقت في تواجد عبد المجيد تبون في روما حيث يطلق الوعود والعهود والالتزامات ويتحدث عن عمق الشراكة الاستراتيجية مع إيطاليا تكاد تصل إلى عمق الحب الذي تتناثر فيه الورود وتتناثر فيه القلوب حتى خيل لي أن لقاء الرئيس الإيطالي مع تبون يعني قريب نشوف القلوب وهي تتصاعد فيما بينهما من شدة الحب والود في زمن الحرب إذن لاظروف كما وجه من قبل رسالة إلى واشنطن عبر الأعمامرة ها هو في اليوم نفسه وجه رسالة إلى أوروبا والغرب برمته من أن أي خطوة تخطوها الجزائر فهي بضوء أخضر وموافقة بلا أدنى شك من موسكو تحدث عن زيارة مرتقبة أيضا لتبون إلى روسيا بدعوة من بوتين وطبعا هذه القوى الكبرى لا تدعو القوى الصغرى شئتم أو أبيتم الجزائر لا تزال قوى صغرى وضعيفة وضعها الداخل هش أو ضعها الكثير سيئا ونذكر جميعا عندما ذهب عبدالقادر بن صالح إلى موسكو وكان يريد طلب من بوتين أن يقابله ويقدم له الحديث عن الوضع الجزائر المتمكن فيه وكانت تلك الزيارة في زمن الحراك الشعبية فخمت الرئيس إذا كنت قد طلبت منكم المقابلة في الغاية التي أسعى من ورائها هي أني أريد أن أطمئنكم لأن الوضع في الجزائر وضع متحكم فيه وأننا قادرين على تجاوز هذه المرحلة الدقيقة هذه القوى بوتين هذا القيصر كما يطلق عليه الذي يتعامل بعنجهية كبرى مع زعماء دول كبرى فضلا عن حال دولة صغرى مثل الجزائر وعندما أذكر كلمة دولة صغرى لا يعني أنني أهين الجزائر بل أقيم الواقع وقلبي يتألم ويتأمل ويحلم بأن تكون الجزائر قوة كبرى ليس في المنطقة فقط بل في العالم أجمع من من لا يتمنى لبلاده أن يكون لها التأثير في كل القضايا الدولية لا يوجد إلا من فقد ذرة من الوطنية ولكن أن نبالغ في وصف الأشياء بغير ما هي عليه أو نذهب بعيدا في تزويقها على أساس أن الجزائر قوة مؤثرة كما يفعل الكثير من المخللين الذين يتوهمون أنهم من كبار المخللين في بلاتوهات التلفزيونات الجزائرية على أساس أن زيارة تبون إلى روما أظهرت عظمة الجزائر عندما رافقته طائرة من القوات الجوية وعندما فرش له السجاد الأحمر وعندما رافقته فرقة الخيالة وما إلى ذلك هذا طبيعي جدا هذا طبيعي جدا في زيارة الدولة وتقوم بها إيطاليا في مع دول أخرى ونذكر برنسكوني عندما اعتذر للقذافي وبعد ذلك كان مصير القذافي كما تذكرون أتدري ما معنى دولة استعمارية تعتذر على تاريخ الاستعمار وبعد ذلك شفنا وين راحت الأمور في ليبيا وما هو موقف إيطاليا المهم إخواني الكرام أن لفروف ليس بهذا الكلام أنه يمتدح الجزائر ويعبر عن عظمة الجزائر وعلى أساس أن الجزائر قوة كبرى في مستوى قوة روسيا أبدا حتى وإن كانت الألفاظ تقول غير ذلك وتتحدث عن الشراكة الاستراتيجية ولكن قد تكون شراكة استراتيجية بين تاجر كبير وصاحب بقالة صغيرة يستفيد منها ذلك التاجر الكبير جزائر بالنسبة إلى روسيا هي عبارة عن سوق الأسلحة الخردة العسكرية كل البضائع العسكرية التي يتجاوزها الزمن تقريبا تصدر إلى الجزائر بالمليارات صفقات أسلحة بالمليارات طالها الفساد بالمليارات هذا متكلم لافروف على الجانب العسكري يعني عندما يتحدث لافروف عن التواصل أو التبادل الثقافي الإنساني عن أي إنسانية تتحدث يا لافروف وجرائمهم لا تحصى ولا تعد عن أي إنسانية تتحدث يا لافروف وجرائم روسيا في سوريا يندلها الجبيل لم يسلم منها أطفال ولا رذة ولا شيوم ركع ولا نساء ولا مرضى ولا جرحة ولا أي ذلك فتمت قنبلة مدارس الأطفال وما إلى ذلك حتى تأتي وتتحدث روسيا عن الإنسانية لنشاهد ما فعلت روسيا في أوكرانيا حيث شردت الملايين دمرت البيوت على رؤوس أهلها وبعد ذلك يأتي لافروف ويتحدث عن التعامل الإنساني مع الجزائر فهو نظام بوتين نظام غير إنساني وعندما يتحدث عن التعامل مع الإنسان أو بجانب الإنسانية أو إنسانيا مع الجزائر فهذا أكبر دليل على أن نظام الجزائر أيضا ليس فيه ذرة من الإنسان إذن إخواني الكرام لافروف عشي التواجد تبول استمعنا إلى كلامه أن الجزائر ملتزمة والجزائر موثوقة وأن الجزائر تلتزم بوعودها ليطلق فيها في إيطاليا من دون دراسة إلى أبعاد هذا الأمر وبدون أي شيء آخر على الأقل عندما تقول هذا الكلام كان من المفروض يقول أن الجزائر تلتزم بوعودها وتلتزم بمواثيقها مع أي طرف مهما كان إذا كان هو التزم بهذا الأمر أما أنك تطلق الالتزام فقط وفي مخيلتك يا تبون أن إيطاليا ستبقى ملتزمة بموقفها في المنطقة الرمادية إلى حد ما من قضية الصحراء فأنت واهم فالمعادلات تتغير والحكومات تتغير وإيطاليا بلد ديمقراطي ربما غدا تأتي حكومة أخرى طرى الدولة العميقة في إيطاليا من مصالحها مع أمريكا ودول أوروبية أخرى وحتى مع المغرب تغيير موقفها من الصحراء وحينها كيف سيكون موقف الجزائر وهي التي تتحدث على أنها إذا وقعت شيء لا تعود فيه وأثبتت عكس ذلك أيضا مع إسبانيا في ظل الأزمة القائمة الآن على خلفية ملف الصحراء إذن إخواني الكرام أن تصريحات لافرو اختارت الوقت المناسب حيث يتواجد تبون في روما ووجهت رسالة إلى روما ومنها إلى العواصم الأوروبية والغربية بصفة عامة أن ما يجري في إيطاليا هو بضوء أخضر من بوتين الذي ذكر بأنه اتصل بتبون ودعاه لزيارة موسكو وطبعا استدعاه لأن بوتين لا يتعامل بمنطق الدعوة مع الآخرين حتى قوى كبرى وشفناه كيف يتعامل مع زعامائها خاصة في ظل أزمة أوكرانيا زادات غرور بلغ مداه وشفناه كيف يجلسهم على طاولة بنتهم ثلاثة كيلومتر وشفناها مدارها مع ماكرون لفرنسا دولة نووية ودولة عظمى ودولة تمتلك حق الفيتو في مجلس الأمن وشوف كيف يتعامل معها ترى هل يتعامل بنفس المنطق مع تبون لا أعتقد بأنه ينظر إليه نظرة في نفس المستوى بل دائما نظرة فوقية لدولة تعتبر مزرعة خلفية للمصالح الروسية ليس إلا شوفوا منطقيا رئيس دولة يروح البلد آخر هذا البلد ينتمي إلى كتلة عندها صراع مع بلد آخر يخرج وزير البلد الآخر يتمثل في روسيا ويحكي على علاقاته مع هذا البلد الذي راح إلى خصمه وش معنى واضحة بأنه ما حدث راه تحت تحت السيطرة وأنه من الممكن جدا أن نقلب كل شيء ضد الغرب من خلال الجزائر إذا تواصلتم في عن جهيتهم هذه إذن الرسالة الأولى وجهها قال بأن ما يحدث هو بموافقة روسية الرسالة الثانية أنه من الممكن جدا أن أي شيء حدث يمكن أن يلغى والجزائر مقبلة على ورقة أو اتفاق جديد مع روسيا وأعتقد بأنه في هذا الوقت لا يمكن أن يكون هذا الاتفاق في صالح الجزائر بل في صالح روسيا وضمن حشدها للتحالفات ضد الغرب وأعتقد بأنه هذا سيضع الجزائر تحت ضغط كبير الجزائر التي تريد أن تلعب دور في أوكرانيا لتسميها أزمة أوكرانيا من أجل مصالحة ومن أجل حل سياسي لهذه القضية تأتي الآن وتحذر إلى اتفاق جديد مع روسيا أكيد راهي روسيا تمرر فيه البنود التي تريدها ووفق ما يخدم مصالحها ووفق ما يساعدها في معركتها مع الغرب وهذا لن يكون في صالح الجزائر أنا أرى بأنه من المفروض تأجيل هذا الاتفاق حاليا إلا إذا كانت اتفاقيات أخرى مجبا قد انتهت وتحتاج إلى تجديد وفق مقاربة اقتصادية واجتماعية وشيء من هذا وعسكرية وشيء من هذا القبيل لكن المسألة مسألة الاتفاقيات الدبلوماسية والسياسية والتحالفات الاستراتيجية التي بلا أدنى شك ستكون على حساب الغرب فهو يفقد الجزائر عدم انحيازها ليدعيه تابون أمر آخر يضر بمصالح الجزائر مع أوروبا أمر ثالث سيضع الجزائر تحت الضغط وأعتقد بأنه أهم ملف سيأخذ من طرف الغرب هو ملف الصحراء الغربية حيث سيتجرى الكثير من المواقف وميدة للمغرب في حال الجزائر واصلت ذوبانها في أقداح بوتين وتبون يغرد خارج السرب فيه نكتفي بهذا القدر ألقاكم بإذن الله في مداخلة أخرى إلى ذلكم الحين أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه السلام عليكم ورحمة الله وبركاته لا تنسوا الأعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله وبركاته تشجيعا للمغرب ya تشجيعا لنستمر بنشر المزيد تشجيعا للمغرب